أحاول أن أتبين المذهبة الطوسية من خلال ما أعرضه بين أيديكم من حديث يرتبط ارتباطاً مباشراً بدين العترة الطاهرة كل دين له كينونة أريد أن أحدثكم عن كينونة دين العترة الطاهرة بنحو إجمال ومن خلال الحديث عن هذه الكينونة نستطيع أن نشخص كينونة الضلال في المذهب الطوسي القدر ربما لا يكون معنى هذه الكلمة واضحاً لديكم الكينونة كينونة الدين سأضرب لكم مثالاً وأأخذ المثال من الديانة المسيحية وبعد ذلك أعود للحديث عن دين العترة الطاهرة لأنني أجد أن المثال هذا سيكون واضحاً ومفهوماً وبيناً لديكم لذا سأسوقه في حديثي هذه الكلمة هذا المصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية هذه الكلمة لها دلالات خصوصاً في الثقافة المسيحية الكاثوليكية وحتى في المذاهب المسيحية الأخرى لكن هذه الكلمة دلالاتها واضحة ومميزة في الثقافة المسيحية الكاثوليكية وهم المسيحيون الأكثر في العالم الكنيسة يقصد منها مكان العبادة هذا المكان الذي يقصده المسيحيون في يوم الأحد وفيه تجرى قداسات يوم الأحد وهو المكان الذي يعمد فيه أطفالهم وهو المكان الذي يُعقد فيه الزواج الكاثوليكي وهناك صندوق الاعتراف حيث يعترف المسيحيون في صندوق الاعتراف لقساوستهم و و إنه المسجد بالنسبة ل المسلمين الكنيسة هي المسجد بالنسبة للمسلمين الكنيسة أيضا تعني المذهب حينما يُقال الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة البروتستانتية وهكذا المراد من الكنيسة هنا المذهب تغير معنى الكنيسة هنا الكنيسة المعبت انتهى المعنى الأول المعنى الثاني المذهب حينما نقول الكنيسة الانجيلية إنه مذهب مسيحي الكنيسة البروتستانتية مذهب مسيحي الكنيسة هنا بمعنى المذهب الكنيسة أيضا تكون بمعنى المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية مثلا يقال من أن الكنيسة الكاثوليكية أصدرت قرارا بخصوص الزواج الكاثوليكي بخصوص زواج المثليين حينما يتحدثون عن الكنيسة هنا يتحدثون عن المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية إذن هذا المصطلح له دلالات مختلفة الكنيسة يعني معبد المسيحي يعني مكان عبادته مكان قداساته الكنيسة تعني المذهب المذهب الكاثوليكي المذهب الإنجيلي الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الإنجيلية وهكذا الكنيسة تعني المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية حينما تصدر قرارا حينما تصدر حكما حينما تصدر بيانا الكنيسة أيضا تعني الكينونة الدينية للديانة المسيحية خصوصا في الكاثوليكية وحتى في المذاهب الأخرى لكنني أتحدث عن الكاثوليكية هنا المعنى الرابع للكنيسة يختلف عن المعاني المتقدمة المراد من الكينونة قلب الديانة قلبها الروح في المسيحية الكاثوليكية الكنيسة بهذا المعنى حينما تكون بمعنى كينونة الدين هي علاقة معنوية روحية نورية ممتدة من الآب كما يصالحون عليه الآب وهو الآب من الآب إلى الابن إلى يسوع المسيح ومنه إلى روح القدس الذي صار خليفة في عطائه وفيضه وتواصله مع أتباع يسوع بعد أن ارتفع يسوع وذهب إلى أبي فما بين العاب والابن وروح القدس والأبناء المسيحيون هم أبناء الله والباب الذي هو نائب المسيح الباب قبل انتخابه كي يكون رأسا للكنيسة الكاثوليكية هو أحد الكاردنالات من علماء الدين المسيحي من رجال الدين المسيحي ليست له من خصوصية وليس له من شأن لكن حينما ينتخب بابا فإنه سيكون جزءا من كينونة الدين سيكون جزءا من القلب الروحي للديانة المسيحية هذا القلب الروحي الذي يشكل العلاقة النورية كما هم يقولون عبر روح القدس إلى يسوع وإلى أبيه وهكذا تتشكل الكينونة القلب الروحي للديانة المسيحية ومن هنا فإن البابا بعد انتخابه سيتحول إلى وجود مقدس وسيتحول إلى جزء من تلك الكينونة النورية المقدسة ولذا ستكون له من الصلاحيات الإلهية ما لم تكن له حينما كان واحداً من مجموعة الكاردينالات في الديانة المسيحية القسيس في الكنيسة في معبد المسيحيين حينما يأتي مسيحي أو تأتي مسيحية فعينما يذهبون إلى صندوق الاعتراف ويعترفون عند القسيس فإن القسيس يقول لهم بالسلطة المخولة لي فإنني أغفر لكم ذنوبكم هذه السلطة المخولة له من الذي خوله هذه السلطة البابا والبابا من أين جاء بهذا التخويل لأنه صار جزءا من الكينونة النورية للديانة المسيحية صار جزءا من القلب الروحي لهذه الديانة ولذا فإن القسيس حتى لو كان هو بنفسه مرتكبا لنفس الذنوب التي اعترف بها ذلك المسيحي أو تلك المسيحية في صندوق الاعتراف فإنه مخول وله القدرة وله الولاية أن يغفر ذنوب ذلك الذي اعترف بها في صندوق الاعتراف أما هو القسيس فهو بحاجة إلى أن يذهب كي يعترف عند قسيس آخر إذا كان قد ارتكب مثل هذه الذنوب لكنه قادر على أن يغفر ذنوب المسيحيين بالسلطة وبالولاية وبالتخويل الذي منح إليه من قبل البابا والبابا هو نائب المسيح هذا هو عنوانه الرسمي في الديانة المسيحية الكاثوليكية البابا ما هي وظيفته نائب المسيح نائب يسوع هذه الفكرة الموجودة في النجاف عند المراجع فكرة مسيحية فكرة كهنوتية نقلها لنا الشيطان وتلبس بها مراجع النجف وكربلا وإلا في الغيبة الأولى ما كانوا يتعاملون مع النواب الخاصين بالطريقة التي تتعامل بها الشيعة مع مراجع النجف وكربلا لا أريد الخوض في هذه الجهة الآن إذن صار واضحا عندكم المراد من كينونة الدين القلب الروحي بغض النظر عن أن المسيحيين الكاثوليكيين صادقون بقولهم أم ليسوا صادقين جئتكم بهذا مثالا لتوضيح الفكرة ولتقريب معنى هذا المصطلح كينونة الدين القلب الروحي للدين معنى الكنيسة المعبات المذهب المؤسسة هذا كله يقع في حاشية الكينونة أما كينونة الديانة المسيحية الكاثوليكية هي هذه التي شرحتها لكم في بعدها المعنوي في بعدها النوري في بعدها الروحي هذه المنزلة التي تحول الكاردنال العادي إلى شخص مقدس هو الباب بعد انتخابه هي هذه الكينونة الدينية في دين العترة الطاهرة هل هناك من كينونة قطعا هناك كينونة في دين العترة الطاهرة والتي تلخصها كلمة واحدة هي الولاية الولاية هذه الكلمة لها دلالات الولاية في مستوى من مستوياتها تعني العلاقة السليمة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أوليائهم وفي وفي الوقت نفسه فإنها تستبطن البراءة من أعداء أئمتنا ومن أشياعها من أشياع أعداء أئمتنا هذا مستوى من مستويات الولاية العلاقة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أولياء أئمتنا وفي الوقت نفسه تستبطن معنى البراءة من أعداء أئمتنا من الرموز والكبار وأئمتي النيران من أعداء أئمتنا ومن الذين يشايعونه ويتابعونه هذا مستوى من مستويات معنى الولاية ومستوى آخر علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه وإمامه شيعتنا من خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا هناك صلة تكوينية فيما بين الشيعي وإمامه وصلة تشريعية عقائدية خلقوا من فاضل طينتنا صلة تكوينية يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا إشارة إلى صلة تشريعية عقائدية هذا مستوى خاص فيما بين الشيعي الذي انبلجت بصيرته واتضحت عنده حقيقة الدين هذه الولاية مستوى يتناول الجانب التكوينية والجانب التشريعية في علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه هذا مستوى آخر الولاية في معناها الثالث هي كينونة ديننا كينونة دين العترة الطاهرة ذلك القلب الروحي النوري الإلهي الرباني تلك هي كينونة دين العترة الطاهرة سأتلمس آثارها في آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة أتلمس آثار كينونة دين العترة الطاهرة ولكن بعد الفاصل في الآية السبعين بعد البسملة وما بعدها من سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا في الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالتَّقْ أَيْهَا الَّذِينَ بِالتَّقْوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بِالتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بِالْتَّقِينَ وَأَفْعَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ إِذَنْ مَا الْمُرَادِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا القول السديد العقيدة السليمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حتى لو كنتم في هذه المرتبة في مرتبة المتقينة في أقوالكم وأفعالكم ونياتكم وأحوالكم في ظاهركم وباطنكم حتى لو كنتم في هذه المرتبة فأنتم لستم على شيء تحتاجون إلى القول السديد لا بد أن تترقى عقيدتكم وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا بعد ذلك يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ هذا يعني أن أعمالكم ما كانت صالحة حتى لو كنتم متقين الآيات واضحة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَإِصْلَاحُ الْعَمَلِ يَكُونُ سَابِقًا على مغفرة الذنوب هذا جزء من آثار كينونة دين العترة الطاهرة ما تعلمتموه هو في مرحلة مقدمات التقوى هذه حينما يصل المتقي إلى أعلى درجات تقوى فحكمه الحقيقي هو هذا من أن أعماله ليست صالحة هي بحاجة إلى إصلاح ومن أن ذنوبه ليست مغفورة إنما تغفر الذنوب بعد إصلاح العمل وهذا الإصلاح ليس من قبله هو يأتي بالعمل الصالح لكنه في الحقيقة ما هو بعمل صالح الذي يصلح العمل هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في زيارته الشريفة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وإنما تقبل الأعمال بعد أن تصلح وتزكى وتزكى الأفعال تزكى بعد أن تصلح تزكى تطهر وتأخذ بالنماء وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك يا بقية الله واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كل الذي تعلمتموه إن كنتم تعلمتم بشكل سليم وصحيح من أمور دينكم لما يرتبط بالعبادات والأعمال الصالحة كل ذلك مقدمات لهذه التقوى يا أيها الذين آمنوا الخطاب مع المؤمنين الذين آمنوا وتعلموا من دينهم تعلموا العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم ما تعلموه من شؤون الأعمال الصالحة ما يرتبط بالحسنات ورفيع الدرجات كل ذلك يشكل مقدمة لهذه التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعدها هناك العقيدة السديدة وقولوا قولا سديدة يترتب على هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هنا يتحقق معنى الطاعة لله ولرسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أين يتحقق معنى الطاعة لله ورسوله والتي يترتب عليها الفوز العظيم ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هنا تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله في أعلى درجاتها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته القول السديد بيحة الغدير القول السديد بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا هو القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هنا العقيدة السليمة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والتسعين إنه الحديث الحادي والثمانون بسنده بسند الكليني عن يونس قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لعباد بن كثير لعباد بن كثير البصري الصوفي شخصية بصرية صوفية معروفة إنه عباد بن كثير ماذا قال له أبو عبد الله ويحك يا عباد هذا هو عباد ابن كثير البصري الصوفي ويحك يا عباد لم يكن على دين العترة الطاهرة من المجموعات الصوفية كالحسن البصري وأمثاله كسفيان الثوري وأمثاله ويحك يا عباد غرك أنعف بطنك وفرجك فجعلك متصورا أنك على الحق وأنك ستفوز برضى الله ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اعلم إنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا القول العدل هو القول السديد إنها العقيدة السليمة من هنا تفتح بوابة كينونة دين العترة الطاهرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ تَعَلَّمُوا علينا أن نبحث عن العقيدة السليمة من مصادرها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا في بيعة الغدير لأن نعود إلى قذارات علم الكلام وعلم الرجال وعلم التفسير الناصبي إلى قذارات الطوسيين الطوسيون قذرون هذا أنظف منهم عباد ابن كثير على الأقل كان يمارس الرياضات وكان زاهدا فعلا في شؤون الدنيا لكنه لم يكن على نهج العقيدة السليمة هكذا قال له إمامنا الصادق ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بعد إصلاحها ترتقي إلى مرحلة القبول الإصلاح يأتي من قبل إمام زماننا وهذا الإصلاح إنما يتفرع على القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اعلم الإمام يقول لعباد بن كثير اعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا هذا القول العدل لن يصل إلينا إلا بتوفيق من إمام زماننا إما أن يصل التوفيق إلينا بنحو مباشر مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف يحدثنا عن زمان الغيبة الطويلة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الخطبة الخمسون بعد المئة من خطب سيد الأوصياء يتحدث عن الفتن وعن الامتحانات الشديدة في زمان الغيبة الطويلة وهو يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ويخبرنا أمير المؤمنين من أن قائم آل محمد سيرعى أولياءه المخلصين ثم ليشحذن فيها قوم في الغيبة الطويلة شحذ القين النصل القين هو الحداد والنصل السيف تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء الصبوح عند الصباح كؤوس الحكمة المهدوية يسقون يسقون بها صباحا ومساء من عند إمامهم تجلى بالتنزيل أبصارهم بالله عليكم أخاطب طلاب الحوزة في النجف بالله عليكم هل تلمستم شيئا من هذا في مراجعكم الثولى في مراجعكم الأغبياء الذين هم غاطسون في قذارات النواصب من رؤوسهم إلى أقدامهم هذا المضمون منافر بدرجة مئة بالمئة لآيات الشيطان العظمى الذين هم في النجف هذا المنطق يتناقض مع منطق المذهب الطوسي القذر الضال ألا لعنة الله على المذهب الطوسي الذي ضللنا وضيعنا وبعد فيما بيننا وبين كينونة ديننا هذه آثار كينونة دين العترة الطاهرة هذا هو القلب الروحي الذي تدور عليه دوائر وأفلاك كينونة ديننا القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو مباشر مثل ما يتحدث أمير المؤمنين هنا وإما أن نوفق لأن نصل إلى هؤلاء الذين يصل إليهم الفيط مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليط التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الإمام يتحدث عن المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى لا أتحدث عن زمان بعينه أتحدث عن كل الأزمنة الماضية والحاضرة والقادمة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو مباشر مثلما يتحدث أمير المؤمنين وكيف أن صاحب الأمر يتواصل مع أوليائه عبر ألطافه الخفية ثم لا يشحدن فيها قوم شحذ القين النص تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يسقون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء فإما أن يصل القول السديد إلينا بنحو مباشر كما يقول أمير المؤمنين أو بنحو غير مباشر مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد أنا لا أتحدث هنا عن التقليد في أحكام الصلاة والصوم رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري تتحدث أساسا في شأن الاعتقاد قبل شؤون الأحكام اليومية الابتلائية الحديث هنا عن أخذ الدين من المصادر الصحيحة ومن الأبواب المفتوحة التي يفتحها لنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المنطق لا وجود له في ديانة المذهب الطوسي المذهب الطوسي نقيض بدرجة مئة بالمئة لهذا المنطق يناسبه ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف في الصفحة التاسعة بعد العاشرة جزء من الخطبة السابعة هكذا يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن أتباع الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة أساسا ومنطلقا وقاعدة اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة تبادل منفعة التقاء مصالح ما بين مراجع المذهب الطوسي وبين البرنامج الإبليسي اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة فباض وفرخ في صدورهم تستكثرون هذا حينما ينسبون النقائص إلى محمد وآل محمد في كتب عقائدهم هذا الكلام هل وصلهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر من الحجة بن الحسن أم أنه قد وصل إليهم بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر كأن أخذوه من العلماء الذين سبقوهم فهم يقلدون الذين قبلهم والجميع يقلدون الطوسي في آخر المطاف فمراجع النجف يأخذون ضلالهم إما بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر من إبليس عبر أساتذتهم الذين يقلدونهم وفي آخر الأمر عبر الطوسي المشؤوم الذي أسس لهم مذهب ضلالهم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم هذه الأعين التي تنظر إليكم في الوقت الذي تتحدث فيه ألسنتهم وهم ينسبون النقائص إلى العترة الطاهرة هذه أعين نظر من خلالها الشيطان وهذه ألسنة ينطق من خلالها الشيطان فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل ولذا فهم يدافعون عن ضلالهم هذا وعن قذاراتهم ونجاساتهم العقائدية الطوسية يدافعون عن تفاسيرهم التي هي خراء في خراء وهراء في هراء ويدافعون عن عقائدهم النجسة القذرة الضال فركب لهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه ما قدمته لكم من كتب ومن أقوال ومن فيديوات ومن تسجيلات صوتية في الحلقات المتقدمة وهم ينكرون ما ينكرون من ظلامة ظلامة فاطمة وينكرون ما ينكرون من مقاماتها هل هذا فيض من به صاحب الأمر عليهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر ماذا تقولون هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إنه الشيطان الذي ينطق على ألسنتهم وينظر بأعينهم ومن هنا فإنهم ما هم بنواب صاحب الزمان إنهم نواب الشيطان هؤلاء ما هم بآيات الله العظمى إنهم آيات إبليس العظمى أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عن الأحياء منهم وعن الأموات السابقين وعن الذين سيلتحقون بالأحياء منهم هذا هو واقع المرجعية الشيعية الطوسية في النجف مرجعية الضلال والشيطنة والقذارة والضلال نذهب إلى فاصل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يترتب على هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من سورة الأحزاب أذهب بكم إلى سورة طاها وإلى الآية الثانية والثمانين بعد البسملة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا الذي يتوب هو المؤمن الصالح وبعد توبته يزداد إيمانا وإني لغفار لمن تاب وآمن آمن بعد التوبة ارتقى إيمانه وعمل صالحا ثم اهتدى في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه نزور أمير المؤمنين ونخاطبه قائلين وأنه الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه القائل لك القائل لك يا أمير المؤمنين وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحد وقد وقد ضل من صد عنك هذه كينونة ديانة العترة الطاهرة هذا هو القلب الروحي إذا إذا أردنا أن نتمسك أن نتمسك بديانة العترة الطاهرة وأن نحصل منافعها في الدنيا والآخرة علينا أن نتوغل في هذه الديانة حتى ندرك قلبها الروح كي نتمسك به وكي نعيش في ظلاله وكي نواصل خدمتنا في فنائه وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحد حينما يصدرون الفتاوى هؤلاء السفلة من أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسط والأخير في الصلاة يبطل الصلاة أليس هذا من مصاديقي أنهم جحدوا فضل علي فجعلوا ذكره مبطل للصلاة هذا هو الجحود بعينه ولا أقر بالله من جحدك التشهد الأول والثاني باطلان من دون الشهادة الثالثة وَلَا أَقَرَّ يَا أَمِيرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيَ هَذَا هُوَ الْقَلْ الْقَلْبُ الْقَلْبُ الْرُوْحِيُ الْقَلْبُ النُورِيُ هذا هو جوهر ديانة العترة الطاهرة حينما قلت كَيْنُونَةُ الدِّين هي هذه كَيْنُونَةُ الدِّين هي هذه القلب النوري القلب الْرُوْحِي الذي يجذب إليه حقائق الدين حقائق الهدى فكلما اقتربنا من فناء هذا القلب كلما اقتربنا من حقيقة الهدى تدبروا في هذه الكلمات في زيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا هو القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم حينئذ تظهر هذه الآثار حينئذ نصل إلى هذه النتائج في الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الرابعة بعد المئتين إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية مهمة جدا أتمنى أن تلتفت إلى مضامينها الإمام هكذا يقول مخاطبا لنا إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها كلام دقيق جدا إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح العمل صالح يحتاج إلى مقدمات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بعد الإصلاح يكون التقبل للعمل الصالح إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح العمل صالح هذه شروطه القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بموازين العمل الصالح عندنا لكنه لا يعد عملا صالحا إلا بعد الباب الرابع ثم اهتدى بعد الهداية هذه ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين كما قال رسول الله لأمير المؤمنين قرأت ذلك عليكم قبل قليل من الزيارة الغديرية بعد الاهتداء فإن الله يصلح أعمالنا وفي الحقيقة فإن إمام زماننا هو الذي يصلح أعمالنا وإن الله يتقبلها منا بعد إصلاحها من قبل إمام زماننا وإنما يصلحها إمام زماننا بعدما نؤمن ونتقي وبعدما نقول قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا إن لم يصل إلى مرحلة ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب هذا الباب الأول وآمن الباب الثاني وعمل صالحا الباب الثالث ثم اهتدى الباب الرابع ضل أصحاب الثلاثة الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا ضلوا ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا تلاحظون أن كينونة دين العترة الطاهرة تختلف اختلافا كاملا عن كينونة المذهب الطوسي المذهب الطوسي يعلمكم الإيمان والعمل الصالح بالضبط مثل ما يتحدث عنه علماء السنة في الفضائيات تابعوا علماء السنة في فضائياتهم كيف يتحدثون عن الإيمان والعمل الصالح يتحدثون بطريقة هي أفضل بكثير من الطريقة التي يتحدث بها الطوسيون الأرجاس من الخطباء أو من المراجع القذرين الوسخين لا يحدثونكم بهذه الحقائق هذه الحقائق من آثار كينونة دين العترة الطاهرة أما المذهب الطوسي فله كينونته الخاصة به كينونة قذرة وسخة ضل أصحاب الثلاثة وتاه تيها بعيدا إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود التي نبذها أكثر مراجع الشيعة كما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا سنة 410 أما نحن الآن في سنة 1444 للهجرة الجميع سنة 410 أكثرهم أما الآن جميعهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده إن الله تبارك وتعالى أخبر العبادة بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد هذا المنطق ليس موجودا في الدين الطوسي هذا المنطق موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو تفسيرهم لقرآنهم لأن الطوسيين حينما يأتون إلى هذه الآية إنهم يفسرونها مثل ما يفسرها نواصب السقيفة بني ساعد فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد وقال إنما يتقبل الله من المتقين فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون وهذا هو حال الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن هذا هو حاله هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا 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 من حيث لا يعلمون ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكافي الشريف الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة الحديث الثامن من الباب الذي عنوانه باب الشرك بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أطاع رجلا في معصية فقد عبده من أطاع رجلا في معصية فقد عبده وأعظم معصية نقض بيعة الغدير وأنتم أيها الشيعة تطيعون مراجعكم في نقض بيعة الغدير أبسط مثال هو استماعكم لخطباء المنبر الحسيني وقبولكم لكلامهم وهم ينقضون بيعة الغدير هؤلاء يمثلون مرجعية النجف مرجعية النجف ناقضة لبيعة الغدير وهم يتبعون منهج الوائلي بحسب توصيات السيستاني الوائلي ناقض لبيعة الغدير يفسرون القرآن لكم بحسب منهج حوزة النجف وهو المنهج العمري الصافي في عمريته وهو منهج ناقض لبيعة الغدير يحدثونكم بالأحاديث التي الأئمة لا يريدون لكم أن تعملوا بها لأنها أحاديث التقية والمدارات الأحاديث التي يريد الأئمة أن تتدبروا فيها وأن تتعلموها ينكرها مراجع النجف وكربلاء بحسب قذارات علم رجالهم الناصبي فكل شيء يطرح على المنابر ويطرح على الفضائيات ويدرس في الحوزات كل شيء ينطق به المعممون هو ناقض لبيعة الغدير وأنتم تؤيدونهم وتتبعونهم فأنتم مشركون أنتم مشركون ما أنا الذي أقول أئمتكم بحسب كينونة دين العترة الطاهرة الإمام الصادق يقول من أطاع رجلا في معصية فقد عبد فما تقولون وأنتم تطيعونهم في نقض بيعة الغدير هؤلاء ينقضون بيعة الغدير في رسائلهم العملية في كل حرف من حروفها وأنتم تعملون بها من أطاع رجلا في معصية فقد عبد الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا ثم قال وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين هذا ينطبق على مراجع النجل فإنهم تركوا أحاديث العترة التي ترسم منهج الاستنباط وذهبوا إلى الشافعي وأسسوا منهج استنباط شافعي أسسه لهم الطوسي وهم يعلمون ذلك وساروا عليه وإلى هذه اللحظة يفتونكم وفقا للمنهج الشافعي المعتزلي القذر الذي جاء به الطوسي المشؤوم ألا لعنة على مذهبه ألا لعنة على دينه ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على حوزته المشؤومة في النجف أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا ثم قال وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين هذا هو واقع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذا اليوم هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا كانوا يقيمون الصلاة يصومون ويجمعون الأوراق التي يأخذونها من المراجع على أنهم سددوا الأخماص وهم لا يعلمون من أن الأوراق هذه التي يوصي بعض الأثرياء أن تدفن معه ستكون وبالا عليه لأنه دفع الأخماس في معصية لقد عصى إمام زمانه وهو بذلك عبد المرجع لأن صاحب الأمر أعطى الشيعة رخصة وهو يريد من الشيعة أن تعمل برخصته أما مراجع النجف وكربلاء السفل فهم يضحكون عن الشيعة وأوجبوا الخمس عليهم فعينما يطيع الشيعة هؤلاء المراجع إنهم يطيعونهم في معصية في معصية إمام زمانه لأن الإمام الحجة كتب بخط يده إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هؤلاء السفل اللصوص يسرقون الشيعة ويجعلونهم في حال معصية لإمام زمانهم فهم في حالة عبادة لهؤلاء المراجع الحقراء الأنذان هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا حينما تسألون المراجع عن المصدر الذي تأخذون منه عقيدتكم إنهم يرشدونكم إلى كتاب عقائد الإمامية للمظفر وهذا الكتاب في الحقيقة هو عقائد الأموية وما هو بعقائد الإمامية هذا الكتاب كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية لكن مراجع النجفي هم أنفسهم ضلال وضلال ولا يميزون العقيدة السلمة من العقيدة الضالة المعوجة حذاري من أن تأخذوا عقيدتكم من كتاب المظفر هذا هذا كتاب ضلال وحق الزهراء يقودكم إلى جهنم لأن العقيدة التوحيدية فيه عقيدة شرك بحسب أحاديث العترة الطاهرة هذا كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية لكنكم حينما تسألون السيستانيين عن أفضل كتاب في العقيدة سيرشدونكم إلى هذا الكتاب ولقد سألوا الخوعية من قبل وسألوا محمد باقر الصدر من قبل وسألوا بقية المراجع فأرشدوا الشيعة إلى كتاب الضلال هذا ألا لعنة على كتاب المظفر هذا إنه كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية عقيدة الهداية في الزيارة الجامعة الكبيرة كل العقيدة فيها عقيدة التوحيد والنبوة والإمامة كل العقيدة فيها في الزيارة الجامعة الكبيرة هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم أهمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون حين أطاعوا مراجع النجف وكربلاء لقد أطاعوهم في معصية محمد وآل محمد عقائد مراجع النجف وكربلاء تتناقض بدرجة كاملة مع القول البليغ الكامل مع الزيارة الجامعة الكبيرة عقائدهم التي تدرس في حوزة الضلال في النجف وكربلاء تتعارض بدرجة كاملة مع منطق الزيارات والأدعية الشريفة التي هي منابع المعرفة والعقيدة وضعها لنا أئمتنا صلوات الله عليهم ولكن مراجع النجف وكربلاء يدوسونها بأرجلهم بسبب ضعف أسانيدها استنادا إلى علم القنادر إلى علم الرجال هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى أبواب المعرفة هي كتب حديثهم أحاديثهم زياراتهم أدعيتهم وهذا كله يحاربه مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة على حوزة النجف وكربلاء وأدل دليل على ذلك جهلهم بمعارف أهل البيت أجوبتهم الضالة الموجودة على مواقعهم الألكترونية الرسمية لو سألتموني بحسب تجربتي والطلاع على عقائدي مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين وإلى الآن فإنني أقول وبملء فمي المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا والأكثر بعدا عن العترة الطاهرة والأكثر حربا على حديث أهل البيت إلى هذه اللحظة لم أطلع على ضلال عند المرجعيات الشيعية في العقائد كضلال المرجعية السيستانية هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عن في الدنيا وفي الآخرة لم أطلع إلى هذه اللحظة على ضلال عقائدي مرجعي كضلال السيستاني المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا هذا لا يعني أن المرجعيات الأخرى مهتدية أبدا إنهم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة إنهم على مذهب واحد على المذهب الطوسي لكنني أتحدث هنا حينما أقارن بين المرجعيات الكبيرة بين الذين قيل عنهم ووصفوا بأنهم المرجع الأعلى من الذين ماتوا مع السيستاني الأقذر عقائدي الأضل معرفيا الأكثر بعدا عن منهج العترة الطاهرة من بين المراجع المتقدمين إنه السيستاني هذا الأمر بينته وشرحته وأثبتته بالأدلة سابقا وسيأتي ذكره في قادم الأيام إن بقينا أحيا إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فلا وجود لطاعة المراجع هنا هذه كينونة دين العترة الطاهرة وإنما قيمة العلماء بقدر ما يحسنون من روايات العترة الطاهرة هذا هو ميزان أئمتنا هذه كينونة دين العترة الطاهرة كينونة المذهب الطوسي القذر المرجعية ألا تلاحظون أن الطوسيين في كل كتبهم ينتقصون من محمد وآل محمد لكنهم لا ينتقصون من المراجع نعم يناقشون آراءهم إنما يناقشون آراءهم لا بحثا عن الهدى بسبب التنافس فيما بين المراجع ويحاولون أن يظهر أنفسهم من أنهم الأفضل من أنهم الأعلى لكنهم لا يقدحون في المراجع أبدا القدح في أشخاص الأئمة حينما يناقشون يقدحون في آرائهم لا يقدحون في أشخاصهم وهذا في الدرس فقط في الجو الحوزوي الخاص أمام الشيعة لا يظهرون إلا المدح للمراجع بينما الانتقاص من الأئمة موجود في كتب العقائد والانتقاص من رواة الحديث وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم موجود في كتب الرجال وفي كتب علم الأصول وفي كتب الفقه الاستدلالية في كل مكان ينتقصون من أصحاب الأئمة وينتقصون من الأئمة في كتب العقائد لكن المراجع لا ينتقص منهم لماذا؟ لأن كينونة المذهب الطوسي المرجعية ولذا جعلوا الشيعة يلهجون ليل نهار بذكر المرجعية وأوهم الشيعة من أن مركز الدين هو المرجعية ومن أن الخطر إذا وصل إلى المرجعية فقد وصل إلى الدين وما المرجعية الطوسية إلا أكوام من الخراء ليس إلا فأي خطر يصل إلى أكوام الخراء الخطر الذي يصل إليهم أن تكتشف حقيقتهم هذا هو الخطر الذي يخافون من أن تكتشف حقيقتهم وإلا فليس هناك من خطر عليهم في كل زمان علاقاتهم حسنة وجيدة مع الحكومات والشيعة تنقل الأموال إليهم وهي تقدسهم الخطر من أين يأتي الخطر يأتي من جهتين فقط الجهة الأولى فيما بينهم فإن أحدهم يحفر للآخر والجهة الثانية يخافون أن الشيعة تكتشف حقيقتهم عداؤهم لي لأنني أكشف حقائقهم يخافون أن الشيعة تصدق كلامي وبالتالي ترتب أثرا على الكلام الذي يسمعونه مني وحينئذ سيعرضون عنهم وستتضح حقيقة المرجعية في النجف من أنها أكوام خراء ليس إلا كينونة الدين هي هذه وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد من المسجد هنا بحسب تفسيرهم لقرآنهم الإمام المعصوم خذوا زينتكم عند كل مسجد إنها زينة العقيدة خذوا زينتكم عند كل مسجد في أحاديثنا من أن أبانا آدم حين آمن بولاية علي أكرمه الله بزينة أكرمه باللحية فاللحية هي رمز زينة في خلقة أبينا آدم لولاية علي خذوا زينتكم عند كل مسجد زينة قلوبنا وزينة مجالسنا وزينة ديننا علي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي علي زينة عقولنا علي زينة قلوبنا علي زينة صلاتنا هؤلاء الأرجاس يقبحون صلاتكم حينما يقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة ذكر علي زينة الصلاة ذكر علي زينة الدين ذكر علي زينة العقول والقلوب هذا علي كيف يكون ذكره شينا وقبحا لأن إبطال الصلاة شينا وقبح فكيف يكون ذكر علي شينا كيف يكون ذكر علي قبحا كيف يكون ذكر علي باطلا يؤدي إلى إبطال الصلاة ذكر علي زين ذكر علي خير ذكر علي حق ذكر علي جمال خذوا زينتكم عند كل مسجد وما زينتنا إلا عقيدتنا السليمة إلا وفاؤنا بالولاية وعهود الإمامة لأئمتنا خذوا زينتكم عند كل إمام هذه زينة الولاية خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمس البيوت إنهم الأئمة والتمس البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإنه أخبركم هذه البيوت فإنه أخبركم أنهم رجال وما هي ببيوت من حجر أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إن الله قد استخلص الرسل لأمره ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره فقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل إن الله عز وجل يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر وكيف يتدبر من كان قلبه مقفلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الأقفال مفاتيحها عند إمام زماننا ذروة الأمر وسنابه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه والرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي هذا وفي الجزء الثاني من الكافي أيضا وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقر بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى آثار الهدى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم هذه هي آثار الهدى هذه كينونة الدين فأين المراجع وأين الحوزة وأين الطوسيون ألا لعنة الله على مذهبهم ودينهم وحوزتهم وقذارتهم وضلالهم وبعد الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيما بين وبينهم في الدنيا والآخرة اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى فإنهم علامات الأمانة والتقى واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن اقتصوا الطريقة بالتماس المنار والتمس من وراء الحجب الآثار آثار دينهم كما قلت لكم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم حدثتكم قبل قليل وقرأت عليكم ما جاء في نهج البلاغة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من الخطبة الخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن الأولياء المخلصين للحجة بن الحسن هكذا يفعل بهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ماذا يقول إمامنا الصادق هنا والتمسوا من وراء الحجب الآثار والتمسوا من وراء الحجب الإشارة إلى الألطاف الخفية لإمام زماننا هناك ألطاف جلية يتواصل الإمام مع بعض شيعته بشكل مباشر أما مع عامة الشيعة من أمثالنا فإنه يتواصل عبر الألطاف الخفية فمن كان صادقا مخلصا يكون حاله هكذا تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام يقول أقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكمل أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم هذه الرواية لخصت لنا صورة كينونة دين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا